تلقى وزير الخارجية سامح شكر اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين الذي أعرب عن تطلع بلاده للعمل المشترك الوثيق بين الولايات المتحدة ومصر خلال الولايات الجديدة للرئيس السيسي وفي بيان لها أوضحت وزارة الخارجية أن الوزيرين تناولا بشكل مكثف تطورات الوضع في قطع غزة حيث توافق على استمرار رفض أي نزوح للفلسطينيين خارج أراضيهم وأعرب شكي عن تطلع مصر لدعم الولايات المتحدة لمشروع القرار المطروح من المجموعتين العربية والإسلامية بمجلس الأمن نظرا لطبيعته الإنسانية وما يوفره من آليات تسمح بنفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل قطع غزة بسهولة ويسر كما تناولت المحادثات التحديات الأمنية في منطقة جنوب البحر الأحمر وماديقبا بالمندب وتأثيرها على حركة الملاحة في البحر الأحمر حيث أكد شكري على ضرورة العمل على توفير الملاحة الآمنة في البحر الأحمر ضمانا لانسياب وتدفق حركة التجارة العالمية بشكل آمن ترجمة نانسي قنقر